مازالنا نحكيه على مهرجان الحمامات الدولي الدورة 57 بعد ما حكينا على المسرح بيش نحكيه على الموسيقى والعروض الفرجوية الخل للفنان للموسيقي والملحن التونسي الكبير عد البندقة مرحباً مرحباً نحوالك عايشك 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 مرحبا بيك سعاد الفرحاني برشا نوارتنا وجيت بحضان اللوم الفنان والموسيقي والملحن التونسي عد البندقة لشريط شروط كتب تعليق أحد صلاطين العزف وتلحين في تونس مرحبا بيك بحضان عرض كبير بشيكون مشترك مع مسرح الأوبرا في تونس وبدعم صندوق الوطني لترجيع الإنتاج الأدبي والفني وبمسحب الأركسترا السامفونية التونسي بقيادة المايسترو فيدي بن عثمان بشيكون هو عرض كبير وكان تعرض على مسرح الأوبرا في تونس فيه منية عازف وفيه برشا فنون عرض فرجوي هكا ولاي لكن كيف جيت الفكرة متاعه واليوم الاختيار على مهرج الحمامات الدولي كيف جيت بالنسبة للفكرة خلي نكون واضحة وصريح نذكر مليح اللي عانوه الفنانين في سنوات معينة بعد الفين وحداش الاعتدائيات في العبداللية والاعتدائيات في الأفريكا وغيره فكانت ردت الفعل من طرفي أنا وشعر حبيب الأسود أن يكتبنا حاجة تخلد للفنان لأنه في الوقت هذكا وكاننا نرجع بالذكرة نشوفه اللي الفنان بيدو يعني كان محل هجوم ذكا الحاجة اللي خليتنا نكتبه حاجة باش نخلده الفنان وتخلده الفنون الكل والحب نقوله اللي الفنان هو الحب فنان هو الجمال وما يبقى إلا الحب وما يبقى إلا الجمال في هذا الوطن وحتى في العالم وفي الإنسانية على هذا الأساس بدينا الخدمة متاعنا كان اختيار مني أنا أنه يكون الموسيقى تونسية بها حال لحنتنا الكل ولكن التوجهات متاحة من توجه إفريقي التوجه متوسطي توجه شرقي تونسي بشقيه البدوي والحضري والأندلوسي باعتبار إحنا عنا إرث أندلوسي كبير يعني التنوع هذا وهو التنوع كما يقول لأفوازي يعني هذا كلي سمعته أنا من الموسيقى خرجته بعد جاءت مرحلة الكتابة الأركسترالية مع سيفة دي بن عثماني اللي هو بين معاقفين و تلميذي مش قولك ش كنت لمثي في الكلاس خاريت عام 98 في الكوليج منزاسيس مع مدام العربي نحب المجلة تحية هي المديرة تلميذي سيفة دي بن عثمان سي عبد الحميد بوشنيق سيراضي سيود قاريته موسيقى قبل أي قاريته موسيقى يعني العلاقة قعدت فادي تبرك الله بعد خذاء المسار عمل الموسيقى واتن مكتوب أنه هو كتب وأنا عندي إيمان زادة خطر في عرض آخر اسمه حسنة قرته 2016 قدت أنا الفرقة تبرك الله كانوا أربعين عازف لكن في العمل هذا بالذات قلت له فادي أنت بيش تقود الفرقة لأنه هذا اختصاص يزم كل واحد يحترم الاختصاص متاعه هو فادي يقود الأوركستر السامفوني ويكتب الكتابة الأوركسترالية ذاك علش؟ أصريت أنه فادي يكون هو قائد الأوركستر هذا الجانب الموسيقي في جانب الأصوات استنجدت بإنفا سوبرانو اللي هي أمينة باقلوتي من أروع الأصوات اللي عنها هي أستاذة متاع غينها أوبيرالي منير مادي معروف غني على التعريف يعني كصوتي غني التونسي والشرقي نحب نواجه لها تحية نهار حيم اللي خدمت معنا لكن ما تنجمش تكون معنا في عرض الحمامات تكون معنا إيمان محمد علش مش موجوداً وهي؟ عند التزامات فقط الأكثر والخطرة احنا يزمنا لفنساك لكن مش تواصل معاكم في عروض أخرى إن شاء الله احنا شوف أنا بقي بين معاقفين راني نخدم مع إكليب كامل على امتدات سنوات مش مليون إيمان محمد وكانت معايا في عرض حسنية خلطاج بش تكون معنا يسرى محمد اللي هي ووجاتنا خصيصاً من قطر بش تكون معنا زادة كيف كيف سيف دينا تبيني ليهو بش تأمننا الجانب البدوي لأنه سيف يعني من ثقف موسيقياً ويغني البدوي ومنسى جمع مع العرض ثالي الجانب بالغناء بالنسبة لليسوليست حاولت نبرز فيهم في الترانزيسيون في الانتقال من تبلو لتبلو ثم الكامنجا ثم الناي ثم العود وثم القيتار كلاسيك مجتزن الأندلوسيات معا مرافقة بالإكران ثم الرسم على الرمل وهذا المهم يعني نشوف الرسم زادة فن آخر من الفنون وانت تحكي الخلد للفنان لبارش أنواع من الفنون نحكيه على علي اليحيوي والرسم على الرمل أبدع فيه بصراحة شفنا شوية متصاور خطر العرض كانت تعمل قبل في مدينة الثقافة وممكن فيما عروض لفنون نحكيه على الخلد للفنان أنت قتلي الفنانين التوينسا ما تعرضوا له في بداية سنوات بعد 2011 حكيت على الاعتداءات في العبداللية وغيره هل هذا فقط ما تعرض له الفنان التونسي ويتعرض له جيمة من اعتداءات ممكن هذه في رمزيتها على اللي صار في العبداللية ولا في الأفريكا في الوقت هذاك ولكن الفنان التونسي ما تراشد اللي هو الاعتداءات المعنوية عليه ممكن اليوم في حقوق تأليفه في حقوقه في اللي صار في الكوفيد حتى في كنا نحكيه على سيكوريتي سوسيال متاع الفنان التونسي مش الاعتداءات هذه أكبر بيسر ولا نفس الشيء ولا تحكي على الكل أنت كنت تحكي على الخلد الفنان شوف الفنان الوقت اللي يجيه كما أي مفكر نحكي لا روثما حاشتين ما يتغسش مني حد روثما صناعي في الفن ثم الفنان اللي هو صاحب عقل صاحب فكر صاحب مشروع الناس اللي هم أصحاب المشاريع في العملية الولادة متاحهم وولادة مشاريعهم الفنية تم برشة وجهة ومش مجتمع عبر معناها تاريخ مش كل مجتمع تقبل الأفكار من عند المفكرين ولا من عند الفنانين وهذا طبيعي بسهولة يعني الناس اللي يقبلوا عليه أنا راني منيش من دعاة الفشل أما هذا قداش من وهذا رو ناجح وهذا يصلت آوت آآ معاك ومصحة ليهم ورب يزيدهم أما اللي نحكي على وجاعة ثم ناس قاتل جات في وقت من الأوقات بالوجاعة مش ما دخلوا له حد يعني عبد الحليم حافظ مع محمد الموجي في صفيني مرة يولدي نقص كان أنا مش اعتديوا عليه بالعنف يعني في صفيني مرة ما أدرك دقش نحب نقول قول للغربة كما قول التوحيدي الغريب من في غرباته غريب بين أهله وفي وطنه غريب لي أشار طلوسياتك في جانب منه يعني من حب شراد نوري المأساة لا أما المأساة رأي موجودة عند الفنان كما عند المفكر أخيرا حتى أختم من الموضوع هذا كل اللي أعملناه من جمالية مع الكوريغرافي مع مدام أم نبوناه في صدر عمد خدمة كبيرة مع الخياطة معناها الملابس صغيره يعني العمل هذا كل حبيت نوري لرغم هذا كل الخلد الفنان ثم الجمال ثم الجمال ثم اللابوتي ثم سير صبع جيجة على مستوى اليومير يعني محصل ماتريز صان كما قلنا عرض فرجوي كامل متكامل تحب تشوف فيه الجمالية يخفي وراه ألم صحيح ويخفي وراه وجيعة هل اليوم قطي نحكيه على الوجيعة والألم متاع الفنان خاصة الفنان التونسي نقوله الفنان التونسي اليوم للأسف مزال عاش يتمنى في عمبه مات على القل وعنقود فنان الغلبة اليوم فنان التونسي هو رو خليني ناخدها في مسألتها الانسانية رو الفنان الحقيقي مش عاش يتمنى في عمبه يلزموا يعيش يتمنى في عمبه ويلزموا كيموتي على القل وعنقود فما الناس يقولك لا أنا يا أخوي نحب وانا حي كرموني وانا حي نحب وقت لأنا موجود نشوف الناس تفرح بينشوف تلافز كما نشوفه في الفنانين مثلا نحكيه على المشرق مصر مهيش بعيد علينا في عيد بلاد عادل إمام كتتفرش في تلافز واشنوه عملوله في القنوات الكل تحس كأنه هذا يتصير عنه نحن وقت لتوفى فنان وقت لهو يبدأ حي ترا كان الانتقادات كان هكي يقولوا بعض الفنانين وبرش يقولك لا أنا نحبك نعيش نعيش على كرموني وانا حي وقت لنموت ما عادش يعني لي هذك شوف ثم لي يتكرم يوان شتراوس وقت لي عمل دانيبلو فالز الشهيرة بعض ما عملها للميت احتفالات بالانجاز اللي عمله ذاك لكن الفنان من يشاره نمشي الميثالية رواه بقي ثمن دي كلاش بينه وما بين المجتمع متاعه الله غالب هو هذك منه سبقه كيفاش هو سبقه طار حديد سبق عصره حبيب بوقيبر سبق عصره نسى ذوما ثم شكون اقتلع ما يمكن أن يقتلع من احتفال ومن أنه العباد معنا تعترف له بالجميل أما ثم ببرشة عبر التاريخ من العباد ما شلقت إلا ما جاءت أجهي الأخرى بالشلقت وأنا بالنسبة لي أنا ما يشارني ماشي نحو الدراما لا أما هذه هي سيرورة التاريخ مع اللي ريحي مثلا ثم ناس سبق عصره ثم ناس سبق عصره دوكي هو سبق عصره والعباد وقتا ما فاهمتوش كيفاش تحبه تحت في بيه ما جيش لك هذك هو يلزم يعيش فنان يجب يكون فنان الغالبة يلزم يكون فنان الغالبة والغالبة هذك حاجة بنينه برشة عند الناس اليوم السبقين عصر وقد ما تكبر الغالبة على قد ما يكبر الاقدرة متاع الفنان تعتبر اللي أنت فنان الغالبة في سنوات هذه الكل من أدائك ومن الأعمال الكبيرة اللي كنت قدمتها مقابل الاحتفاء الجماهيري مقابل كي نحكيوا على نور دوفو اليوم باللغة الجديدة مقابل منطق في المهرجانات يتقال يعبي ما يعبيش أنت اليوم فنان الغالبة لا لا خاطر كي قد كروا فنان الغالبة روا سبق عصره ناس سبق عصره أنا جيت أنا تلميذ أعتبر نفسي نجيب عند أساذة كبار لدي جويني على الرياحي محمد التريكي وغيره كمنا مسيرة عملنا دي شكسي عملنا حاجات اليوم ما عملهمش وقتها اليوم العروض الكبرى وذك عليش ويحدة مشيت لهم ولكن ما نيشي كنوه لنسانه اللي سبق عصره ولا خساره ولا ما لا منظم محترم معقول ما كنت واضح هذي منك انتو لا 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 بس هذي أنا مقتنع به أنا خاطر كنت جت عندي أفكار نعتبر روح يهارب على الناس بعشرين سنينة ولا ثلاثين سنينة شنو نمنع بشنقول هلك ولك ما تلقانيش هنا جملة إلى أي مدى تهتم بعدد الحضور وقتلي وهذا في المهرجانات يقول لك حتى نسمع في مدير مهرجان كرتاج العرض يعبي العرض ما يعبيش العرض التجاري العرض اللي فقط يكون هو فني لأنا نخليه مساحة لأعمال تنسية ولا لأنواع معينة من الموسيقات تهتم بعدد الحضور وإلى لي أنا أهتم بالإدارة أنت هنا أعطيتني حكاية أخر أعطيتني كده مدير مهرجان كبير أول حاجة نعمله مش نتحسب عليه برمجتي تبدأ في فيفري سبونسوري في فيفري والحقوق تعلبث في فيفري وتحسبوني في مي يعني منحكوا لكن قلت حسبوني مش أنا أي مدير مهرجان المدير يتحسب على عدد الاشتراكات لأنه إذا كان أنا موصلتش عملت اللي قلوه أحنا السيس الصحيح اللي يبدأ ثم وقتها يجي لفنان تونسي أي فنان تونسي باش نعيط له قل له روى عندك مثالة كرتاج قلت كرتاج يرفع ثمانية ألاف دواض حين قل له عندك تروامين معناه ثلاثة ألاف متفرج أذوكم مشتركين وراءوا الاشتراك ما معنى واشتراك مش بضرورة باش نمشي نجم نشترك نختار أربع خمسة عشر عروض ما نمشيش للأخرين يعني يقعد ديما الاشتراك خطر هو أبنمان كامل في وسط لا ما نشترك عليك خطر في الاشتراك لما حاجتي كتقول لي أنت مثالة روى نجم الفولاني نجم جيب لي يعني ورقب علم أو زياد غرسة أو نطفي بوسني هذا ما نعرفه أما روى كتقول لي روى في العروض ما تم كومنيكاسيان روى عندك عرض من أسباكستان أسباكستان سمعني يهبل روى جايك عرض من الهند يهبل للاكتشاف تمشي الناس كون عندك فيه ثقة نعرف روحي جاي على حاجتين حاجت اللي أنا فيهم كونترا ملو مرات وثما حاجت اللي أنا جاي عندي فيك ثقة وشناكتشف وكي نروح نقول ملا مدير مهرجان ملا اختيار بي انت هنا عطيت الكرة لمديرين مهرجانات ألا غالب في تونس نقعد لآخر لحظة وكاينها ولات عادة طبعنا معاها مهرجانات تاخر لحظة مسلسلت في رمضان يبدأوا يصوروا ورمضان قاعد يمشي اذي كليلة صلى الله هي ولد آآ خبز متاعنا يومي سبوغ ناسيونال لكن انت ما جاوبتنيش على سؤالي تهتم بي يهمك عدد الحضور ولا ما تهتمش به مدام العمل المتاعك اللي ولا اللي بيشتقدمه يكون في درجة آآ فنية عالية بش نكذب عليك نقولك واحد ما يهتمش بعدد الحضور اذي مستحيل مهرجانات ويش نكذب عليك يقولك انسان يتألم اشتر بدنه ويمشي منه كي يطلع ويلقى الركح معناه المدارج المدارج جبه فارغة نكذب عليك هذي مهم لكن نرى وهذي كله يتخدم له يعني مماهدات النجاح تتخدم له واهم حاجة قلتها انت توا اللي هو الوقت والوقت والوقت وما أدرك حاجة أخرى مثلا نرجعين الحواراتك نلقى في 2018 في الشروق قلت على هناك طيار موسيقي رهيب ومخيف انت سميته طيار السلفية الموسيقية شنو المقصود به خاطر كلمة تخوفني السلفية الموسيقية ثم ناس تنظر السلفية الموسيقية بمعنى انه ما ثميش كريس يوم ما عاش تعمل حتى كريس يوم ما عاش تكتبه هي كتاب ما عاش تكتبه اللي عندنا معنى فور أسلاف يعني اي المولوث هكا نحاول وليش بديو منه ونقعد وليش بديو منه وكان لزم ما نعملو كربا نطلعو في الجبل نشوفو ثميش واحد زي تحافظ حويشتي ونهبت ونعملو لهم وانتهى معنا هاي إعادات التراث إعادات 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 بدل شوية في التوزيع وعادي تراث حاجة أخرى أنا مرتوى ما نعرفوه وماذا بينا نوصل نهار نوصل نهار أنه نقوله قداش حتينا أنفلوب للإعادات وقداش حتينا أنفلوب لإنتاجات جديدة حاجة أخرى ما نقول لك عنا عنا في الوزارة الثقافة صندوق الوطني اللي تجي على بداع الفني والأدب إذا كمعمول بالنسبة للإصدارات إذا كان هذوم ما ياخدوش حظهم بعد ويمشي الحظ إذا ما ياخدوش حظهم في الإدعات في المهرجان زيدوا كل شيء ما بشي يدخلوا في التكر اليوم مثلا وانتي تحكي على السلفية الموسيقية هذية اللي هي تراث اللي قلت أنت نعوده 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 ما نعملوش لإنتاجات جديدة البرح في افتتاح مهرجان قرتاج دولي توقيت تسعى معنا في سيمقد الدسهيلي يحكي على عرض محفل للفنان الفاضل الجزيري وقال التراث تهرى ولا تراب يزيوم الإعادات متاعه وأكيد قسمعت شوية على العرض هذية لول كيف تشوف تراث بطريقة جديدة في آلات جديدة غربية تم إدخالها على الغنيات والله يشوف أنا نحب تعرفني ولا حتى كان متعرف ليش ما يقلقش اللي أنا نمشي ما نمشي أول حاجة النقطة الأولى أني لا يوجد الآن وهذا مؤلم حركة نقضية موسيقية بعد خالدة بوربي ربي طال في عمره يعني وأمثاله بتبعت الحال تماش حركة نقضية لأنه الفنان عليه أنه يقد موزيكته فقط ما يتحولش إلى نقد وهنا تدخل في الأدوار لكن هو مقدد هو كن نقيب لا نحكيش على مقدد نحكي على النقد نحكي على أزمة ما تماش مناها حركة نقضية لأنه النقد عنده وصول طبيعا النقد عنده ولكن الناس كل من حق تعبر على رأيها وخاصة لا هذا كمجرد أراء أما موش نقد النقد أراء نحط العرض أنت كيف تشوف العرض أنت على الفارح نفرقه سمعني كيف فنان أنت موسيقي وملحن ومعناها وتاريخك تبركاله كبير من سنوات وسنوات وسنوات عقود سعاد البندق يعني بشي شو نجاوبك النقطة الثانية اللي هو لابسانس تعالى ميجيسيان خاطر كان قبل ثم سمير عقربي عسيل فاضل ومن بعد كي أنه سي فاضل استسهل أو استبعد وقعد وحده في الموسيقى أنا رأي عندي بارشة أصدقاء في المسرح ويحبوني ونحبهم ويقدروني ونقدرهم لكن نقول بأي حق تقع الوصاية على الموسيقى من ترف رجل مسرح على الموسيقى يعني موسيقى من غير المال عليش خاطر كيفش نحاسبه من الجنش نحاسب أنا سي فاضل على الموسيقى يسمني أمي جيسيان حاسبه على الموسيقى ني انتراطر الكتاب الموسيقى قطر كيفش تحاسب الموسيقى اللي بششد البروجيت على الكتاب الموسيقى على الإضافات الموسيقى يعني بيحكين عرض من غير موسيقى فقط إخراج مسرحي من غير موسيقى هكذا الموسيقى أعطيني رغم اللي وجود ثم ناس أنا عرفهم معنا عندهم بيعوا ذرع لكن في التنفيذ أما مش أوني فود لك خطور حاجة اللي بعد حاجة المهمة أنه كما قلنا التراث يزي وراء النوبة والحذرة راء ما نساوش بنعطيه حق الراج راء وقت اللي جاء في تسعينات راء ووراء للناس لكل اثنية جديدة قطر وقت اللي جاء رايكان منعرش تبقينا لدوزاج شمعنى هذا لزاج قديش نسبة الإعادة أو النبش في التراث مع الجديد اليوم فما استسهيل شفت في البارحة مش استسهيل أما موسيقيا 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 ممكن أحنا كجسد عالفين وثلاثة عشرين ما في ذلك شك موسيقيا عام تسعين يعني ثمان دي كلاج يعني مشا سامير مانيش راندف على سامير معنا كل يعتقد حقه أما موسيقيا رانا عام تسعين يعني ثمان دي كلاج بين اللي مير الحضور ذلك هو سينغرافية منجموش أنا أنا منجمش ناقش فيه سيل فاضل خطر هذاك اختصاص ثم ناس اللي هما أولى مني بشي ناقش أما موسيقيا كل واحد يحكي على بطبيعة زي دبي أنا كنتي عملت موسيقات تصويرية لمسلسلات ولي عديد من البرامج والمنوعات التلفزية التونسية اللي ناجحة مع نجيب الخطاب المرحوم مع وليد تليلي مع حاتم بن عمارة اليوم لو كان نحكيوا عن الموسيقى التصويرية للبرامج أنا هو البرنامج اللي تحس اللي أنت تنجم اليوم تكون أنت تعملوا الموسيقى التصويرية متلعوا في البرامج التلفزية حتى كانوا تسميش البرامج بسامي الموديعين لي نجي ما نسمي ليش خاطر أنا مثل وقت لي مع حاتم العمارة عملنا منوعات مساء السبت وكاننا الضيوف عرب وكل مرة يجي يضيف نعملوله غناء أنا منذكر لحنت الوائل الكفوري فاللعبة يبساء وغناءت حلوية قاعدة ثم عملنا كل أربع ابنيت البالي بش بورميبلي زي ما متأثرين باللافريتي اليتالين تهوى مثال الحاجات هذوما يقولوا احنا كل ملح مغيب على طعام البهارات هذوما نجي مجيوما هذه مثال فكرة تسمي الفهري مثلا مثال خاطر هذي أنا اللي ريتو نقص معناها من وجهة نظر متاعي أنا الترانزيسيون هذوما نجي مكونوا موجودين نجي مكون وبتبعة الحال ثم برشة مسلسلات معناها خاطر أنا قديت مثل مسلسلات وثم برشة منوعات نجي معناها شوف الفرص رأي موجودة ولكن بتبعت الحال هنا المنشطين أو المعدين عندهم رأيهم ورأيهم محترم قلت الموذيعين هذوما اللي سميتهم أنت قبلها حتى بن عمارة نجيب الخطاب وليت ليلي كان عندهم فضل في أنهم على مسيرتك وخاصة في بدايتك أنت وقتها اليوم هل ترأى أنه فما موذيعين عندهم فضل على أنهم يوريوا قيمة عدل بندقة وإلا لا تظلمت في السنوات الأخيرة في الإعلام التونسي لا تظلمت لا على خاطر منيش في الكونسبت ما بصراحة بشي بدي واضحين لأن الكونسبت يعتبر يعتمد عنده ألغوريتم واحد آخر منيش ندخل في التفاصيل أما بالنسبة لي أنا يلزمني في كحالة الكل نحترم نروحي أي إن كان معناها شي معناها نحترم نروحي حافظة اللي عندي نخدم نحاول نغمز بطريقة أخرى وهذا معناها اللي صاير اليوم والعرض هذين نحكي عليه هذين الخلد للفنين باللي هذين معناها أنت تشوف الكونسبت اللي تمشي فيه بعيد شوية علي قاعد يتقادف في التلفز اليوم وميقلقش ميقلق بطبيعة الاختلاف وانت زي دا خدمت برشا في المسلسلات موسيقات تصويرية دي جينيريك دي جينيريك دي جينيريك دي معناها كيفاش نقول ثم أجيان ما خلطتش علي ثم أجي العاش مع بيش وفرهو بطبيعة فرحانة برشا اللي ينشي كنت بحدنا اليوم الموسيقار والملحن التونسي عاد البندقة نحكيه على عرض الخلد للفنين امشيوا وتفرجوا في مهرجان الحمامات نهار 25 جوليا بقدرة ربي دونك إن شاء الله يكون عرض بيش حاجة أخرى بالله كل فنان تونسي نمشيوا الناس الكل ونشجعوا ونحضروا في أي نقطة من تراب الجمهورية خاصة في المهرجانات الكبرى قرطاج وحمامين هذا هو تحية الفن التونسي تحية الموسيقى التونسي ياتيك سعاد البندقة